دي عائلة أهلوية جدا جدا حتى النخاع زي ما بيقولوا لاعب المحاطين بيه بيقولوا عليه دايما الولد الشائي مع ان ما شاء الله سنه صغير بس عمل نجاحات كتيرة خلته محل اهتمام وقدر بالفعل انه يخطف الأضواء من نجوم مش بس أكبر منه سنا ولكن أكثر منه خبرة الحقيقة سنه عشرين سنة فقط بس عمل انجازات كتيرة جدا جدا على المستوى المحلي والافريقي والعالمي احنا منتكلم على بطل مصنف الاثناشر عالميا يا جماعة يعني ده خل شباب كتير جدا افتكر حبه اللعبة دي بسببه وهو ما شاء الله على السوشال ميديا يعني اكتف جدا فالدنيا معاه يعني ما شاء الله ماشية حلوة جدا انا برحب بمصطفى عسل وبرحب بوالده العميد محمود عسل انا برحب بيكم جدا جدا مشارفنا واحنا فخورين ان انتوا معانا النهاردة سيادة العميد هنا في بيتكو يعني احنا لأسعد ويا رب تكون حلقة حلوة كده ونسعد جمهور الاهلي وحضرتك كده يبقى يوم زريف ان شاء الله الله يخليك ازيك انا فخور ان انا محرك النهاردة والله في اول حلقة في بيتي كبير ودايما قرنت الاهلي بيتي وفخور جدا محرك النهاردة ازيك يا مصطفى كل تاني الحمد لله انت ما شاء الله تصنيفك الاثناشر على العالم فترة دخولك للنادي الاهلي فترة قصيرة بس انت كنت داخل مركز تاني او تالت ما شاء الله عليك بقيت رقم واحد في النادي الاهلي حصلت على بطولتين بطولة عالم للناشئين مرتين وراء بعض ما شاء الله عليك يعني انا بس في حاجة هنا ده مشجع درجة تالتة مشجع اهلاوي درجة تالتة فعلا يعني ليه ما فكرتش في الكورة دايما اولياء الامور بتحب اول حاجة تفكر يعني مستقبل ولادها لا دخلوا على كرة القدم اه طبعا فكرت فيها في الاول اه ولعبت كورة بس انا يعني على طول بتابع كورة على طول اه يعني ماتشاط الاهلي دي حاجة رسمية بالنسبة ليه تامرين كلها تتلقى عشان ماتشاط الاهلي يتفرج عليها اه اه اتفرج برضو على تشامبينز ديج احب الكورة قوي يعني ممكن احبها اكتر من رياضتي فاه طب ليه ما دخلتش لا اقدر التسكواش خامل متأخر قوي عشان بسبب الكورة اه متوديل التدريب بتاع القورة ويروح لسكواش ايه رب يروح على الكورة فاحنا عبالما ركزنا وركزنا في وقت متأخر قوي يعني مصطفى انك راز على سنه عشر سنين بدأ يركز ودي حاجة في السكواش حضرتك صعبة كله بيبتدي من سبعة تمانية كتير قوي هو عشر سنين ده سن متأخر يعني في كل اللعبة دي فعلا في السكواش متأخر قوي بس سيادة العميد انا كنت مثلا بحسب والد مصطفى كابتن برضو في اللعبة لانه مصطفى واخوه ماشاء الله عليهم يعني من نجوم اللعبة دي الدخل النادي الاهلي فبرضو ليه مشكور يعني ليه مشكور القدم هو بيحبها قوي ومركز فيها اهو عمه برضو حضرتك طبعا يعني كان بطل جمهورية سابق ماشاء الله فطبعا خده وسحبه في الحتة دي اللعبة احنا عندنا في مصر مميزة اقوي حضرتك يعني احنا ببرازيل العالم كله دي حقيق فالكارير اللي بياخده اللعيب بسكواش بيبقى هدفه ان هو يبقى من ابطال العالم يعني عندي خلق في الطوب تان فيه خمسة وستة من مصر بس فانتي الفيشن الولد دي يبقى في السكواش دي حاجة عندنا احنا هسري كبير جدا عندنا اكسبيرينس عالي قوي جدا خبرة يعني وتاريخ لنا في السكواش ان احنا نحط اولادنا على العالمية يعني بعكس اللعب تانية امو بتبقى صعبة قوي ان خلق توصلي فيها